رجعنا لكم اخر جديد لكل مشاهدي ابو كبير ميديا طبعا الفطير 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 يعني 6 هنون الفطير يعني الزبدة البلدي الفطير اللي انتو هتشوفو دلوقتي بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله احلى فطير ممكن تشوفو في حياتك ليه بقى للمعمل بالزبدة البلدي وفيه كمان الفرن البلدي الفطير الجميل ورنا الفطير كده ستة هنونة ورنا اخرى غير بكرة العش مساء الفل عليكم يا حبيب والفطير يستهل بقكم هنخلنا طبعا الفطير في الفرن البلدي الجميل دي بقى الفطير اللي احنا طلعناها في الفاصل هنشوف طبعا الفطير الجميل دلوقتي وهو طالع من الفرن هنونة لقاء جديد معاك بعد العيش الجميل اللي احنا كنا فيه هنشوف طبعا الفطير 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 احنا هناخد كل المراحل الخاصة بالفطير هنالذة مراحل تقريبا اول ما تدخل الفرن على طول و بعد كده خطيبكم طبعا الستهانونة من الفرن دى يتبقى قاعدة قدام ربنا يا ربي يقويها عشان انت يا ستة هنونة قلتى انت يجب ان يتعد يطلع احلى فطير طبعا كل حاجة جميلة جدا اليعيش والفطير والأرس والارائق انا نفكر انا نفعل رؤاة المغطس السماء انا لم اخبرت لي كنت اتكلمة ان انا خفز رؤاة المغطس نحن نفعل رؤاة المغطس انا عملنا نعيشه الفطير نحن نفعل رؤاة المغطس لماذا مغطس يا ستها انت؟ رؤاة كما تقولت لي بس نسبة تغطس بشربة البط اي شوهي البط نحن بيشربة البط مع الرؤاة حاجة اخرى هذا العيش الجميل الذي كنا قمنا بعمله قبل الفاصل بسم الله لا يبعد عن الفطير الجميل الذي قمنا برده هذا الرجل الذي قمنا بعمله لقد قمنا بعمله أقوم بعمله من الوصف سوف أقوم بعمله السفل سأقوم بعمله سأقوم بعمله ونضع بشكل جميل لانه يصبح نشف عندما نضعه جميلة الجميلة لا لا يفرق شهر اضعه جميلة جميلة لا لا يفرق شهر هذا الجميلة هذا الجميلة يجب ان يتنشف لانه يبقى غير أفضل على ست البيت يتنشف الجميلة يجب ان تأخذها على خطر من يطلب المصر يقول لي أن أعز منه كاميرا ونشفين كذا لكي تفتح يقول لي أن أعز كل طارق أنا أعز منه كامتولة ومدورة الزبون دائما على حق نجد أن نتعق أومر الزبون ربنا أعديم لك ما في الخير سيكتنون هذه المرحلة الأولى لست في الأول هل لا يخلص؟ إن شاء الله سأقول لك هذا الفطير ستة هنونة يقول لنا من أكثر الناس يحبون الفطير أشياء من أشياء الكبيرة أو شباب الذين يشخلون فطير أكثر ستة هنونة يحبون مثل النيل الذي يأكل منه ثم أجد ويرجع له أخرى النيل؟ نهر النيل أدفع بذلك إن شرق منه يجب علاج له أخرى وإن أشياء فطير ستة هنونة يأكل منه يجب علاج له أخرى أتعادة يا ستة هنونة يجب أن يأكل من الفطير نحن نرى كل الناس الذين كانت إعلاج حقا من الى تأخرى عن نفسي رجعت لها تاني. والدليل قالوا. 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 صح. مش بيقول لك فتك نص عمرك يا اللي ما شفت مصر. اه. احنا بقى هنوريه مصر ونوريه ستات مصر الجدعان بيعملوا ايه? بيعملوا احلاف طبعا. ستات مصر الشاطرين. اللي بيقفوا جنب رجالتهم يسندوهم. اكيد طبعا. اللي بيسدهم. وقت السدة يسد ووقت الفرح يسدهم. اكيد طبعا استنوا. ستات مصر ليه ستة هامنة امامنة. اه طبعا احنا دلوقتي منتظرين احلاف طيار. شوفي. شوفوا استمنا تعمل في ايه بص يا الفطيرة كده قدامها بالزبط يعني شوية صغيرين جدا يعني تعريبا خمس زائق. ان شاء الله. خمس زائق كده وهنطل. ان شاء الله احلاف طير كمان. بس كده احنا عايزين نصورها وهي في قلب الفرن من جوة. ونحضر نحضر المراحل بتاعيتها سلطة حضر. اوه 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 يا جمال اوه من هذا الفطير اليد؟ في محافظة المنوفية ولا بont مشتيٰ اوه كلمة السر إبو كبر ميدى ويبقى لكديس كان جامل لكل مشاهدين إبو الكبير ميدى ستاة ستتلانية تخفيضات إبو كبير ميدى سيبقى تخفيضات أحد أخرى الكلمة السر إبو كبير ميدى بسم الله بسم الله بسم الله اتفضل يا سيد احمد طبعا تحت امرك يعني انا طبعا بنرحب بك هنا في محافظة المنوفية سواء كان حضرتك هتبعد تاخد او هتيجي بنفسك محافظة المنوفية تشرفني يا فاني تشرف وتنور طبعا تشرفني يا أستاذ الفطيرة هو اللي كان طلع قبل كده احنا طبعا لحينا اخر الفطيرة لان بجد كان فيه مشكلة في الشبكة كان نفس طبعا اجيب لكم الفطير من الاول بس كان فيه مشكلة في الشبكة بس الحمد لله ان احنا صلحنا الشبكة وعليشان نوريكم احلى فطير للستة هنونة شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بسم الله حتى الفطيرة بردت يا جماعة وبسم الله ما شاء الله خلي السفيها بسم الله شبك شبك جميل جماعة ملوش مساء الا افطل ستة هنونة يجعلها عليك خضر يا رب يا حبيبتي ورنا كده ستة هنونة شبك 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 اتفضل طبعا يا استاذ احمد من الاسماعيلية واهل الاسماعيلية وكل حبيبنا في الاسماعيلية لاية اهل الاسم فطير و جماله من الفرن لا أريد أن أخبركم شيئا خالص فطير مفتير مفتير